استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي بمقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة وفدا من الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية كان في استقبال الوفداء المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية والذي أكد أن للمرشح الرئيسي عبد الفتاح السيسي دور مشهود في عودة الحياة للمجتمع المدني ومؤسساته إذ جعل عام 2022 للمجتمع المدني مضيفا أن الحوار الوطني شمل ضمن مخرجاته إنشاء قانون عمل موحد للعمل التطوعي وتطوير البرامج التعاونية والثقافية لنشر الفكر التعاونية من جهته سمن وفد الاتحاد دور القيادة السياسية في دعم العمل الأهلي التنموية